اشتركوا في القناة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إنما شرعت خطبة الجمعة ليذكر بعضنا بعضا بتقوى الله بالعود إلى درب الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما تزل قدم أحدنا فيقع في الحرام لكن فطرته تنادي عليه أن يترفع عنه ويستغفر ويتوب وخطبة الجمعة تذكره فذكر إنما أنت مذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي المحارم تكن أعبد الناس وربما انشغل أحدنا عن الفرائض أو شغله أحد عنها فالعود إلى الفرائض هو الصواب ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الله يا أخوان يحب الفرائض فلا تضيع ما أحب الله تعالى ثم أدي من النوافل ما استطعت هناك تكون متقياً وحدك لكن الإسلام يريد أن تشيع التقوى في المجتمع في الأرض حتى يسعد أهل الأرض فنحن بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً قال ابن كثير يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى السداد والنجاح وقال ربنا على لسان فتية أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً قال المفسرون هيئ لنا من أمرنا رشداً يعني يسر لنا طريقاً للخير وللحق والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد يا أخوان يلي بده نجاح يلي بده سداد يلي بده خير يلي بده حق فالأمر مرهون بطاعتك لله ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منها وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طريق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه ليست الخطب قوالب جاهزة لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة عنوان خطبة اليوم زكاتي وصدقاتي لعمالي المسألة أريد أن أعطي عمالي من زكاتي وصدقاتي أزوج بعضهم وأساعد في شراء بيت لآخر وأدفع فواتير المشفى لثالث لكني أخاف أن يطمع بي الجميع وأن يطالبني كل منهم بما أعطيت صديقه فماذا أفعال؟ لا أريدهم أن يشعروا أن الأمر حق لهم فيلزموني به ولا أريدهم أن يشعروا بالتفريق بينهم وعلى الطرف المقابل أنا أريد أن أعطي زكاتي وصدقاتي لعمالي فكيف أرتب أمري؟ الدليل الإرشادي في الدليل ثلاث فقرات حكم دفع الزكاة للعمال والزكاة للأكثر حاجة وللقريب أفضل ونظام النقاط أولاً حكم دفع الزكاة للعمال تعلمون أيها الإخوة أن مصارف الزكاة ثمانية أوردها الله تعالى في سورة التوبة في الآية الستين قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم لا يجوز أن تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية أول الأصناف الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئاً من الكفاية أو أنهم يجدون أقل من نصفها كرجل محتاج إلى مئة ألف فلا يأتيه شيء لأنه عاجز أو يأتيه أربع مثلاً هذا فقير ثانيها المساكين وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها لكنهم لا يجدونها كلها يحتاج إلى مئة يأتيه ثمانون مسكين ثالثها العاملون عليها وهم المعينون من قبل ولي الأمر لجبي الزكاة وتوزيعها رابعها الغارمون وهم المدينون لمصلحة عامة أو خاصة فمن استدان من غير سفه ولا فساد لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره وليس عنده ما يفي دينه يعطى قدر سداد دينه خامسها ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يصل به إلى بلده من مال وزاد فنعطيه من الزكاة ما يصل به إلى بلده سادسها المجاهدون في سبيل الله وسابعها المؤلفة قلوبهم وهم الذين تعطى لهم الزكاة لكف شرهم أو لإدخالهم الإسلام أو لتقوية إيمانهم وثامن المصارف في الرقاب وهي الأموال التي تدفع لعتق العبيد يوم كان نظام الرق موجودا هذه هي مصارف الزكاة الثمانية ولا يجوز أن تخرج الزكاة عنها فمن كان من العمال محققاً لوصف من هذه الأوصاف أو أكثر يعطى من مال الزكاة ومن لا فلا هل يجوز أن أعطي عمالي من زكاتي إذا كان عمالي أو واحد من عمالي فيه وصف من هذه الأوصاف الثمانية أو أكثر من وصف جاز أن أعطيه الزكاة وإذا كان لا يحوي ولا وصف من هذه الأوصاف فلا يجوز أن أعطيه من زكاة مالي على أنه في الصدقة يعطى هؤلاء ويعطى سواهم هذه الأصناف الثمانية تعطى زكاة هل تعطى صدقة؟ نعم الصدقة أوسع الزكاة مصارفها مضيقة لكن الصدقة مصارفها واسعة ففي الصدقة نعطي هؤلاء ونعطي غيرهم فقد اتفق الفقهاء على أن الصدقة تحل للغني يعني إذا واحد غني جدا وأنا حبيت أعطي صدقة تحل لأن الصدقة التطوع كالهبة تصح للغني والفقير نحن الاهدية نهدي الغني ونهدي الفقير وأنت مأجور على هذه ومأجور على هذه قال السرخسي ثم التصدق على الغني يكون قربة يستحق بها الثواب فقد يكون غنيا يملك النصاب وله عيال كثيرة والناس يتصدقون على مثل هذا لنيل الثواب لكن يستحب للغني التنزه عنها إذن إذا كان عمالي محققين لبعض هذه الأوصاف الثمانية جاز أن أعطيهم للزكاة إذا في بعض العمال غير محقق لهذه الأوصاف ممكن أن أعطيه من الصدقة لكن لا أعطيه من زكاة المال الفقرة الثانية الزكاة للأكثر حاجة وللأقرب أفضل يعني أنا معي زكاة بدي أدفعهم لمن أدفعهم؟ ادفعهم للأكثر حاجة أو ادفعهم للقريب منك فأحق الناس بالزكاة أشدهم لها حاجة يعني متحقق بهذا الوصف أحيانا شخص فيه ثلاث أوصاف من هذه الأوصاف هذا أشد حاجة من لو كان تحقق فيه وصف واحد يعني فقير ومديون فيه وصفان وصف الغارمين وفيه وصف الفقراء أحق الناس بالزكاة أشدهم لها حاجة ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة وكذلك الأقربون أولى بالمعروف ولفظ الأقربون أولى بالمعروف ليس بآية قرآنية ولا بحديث نبوي شريف لكن معناه صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أراد أن يتصدق بأرضه قال أرى أن تجعلها في الأقربين في القرآن الكريم قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فالأقربون أولى بالمعروف المعنى صحيح لكن هذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولئن كانت الآية والحديث يتحدثان عن القرابة الرحمية وهي الأولى بالصدقات فإن العامل معك في المصنع أو في المتجر له قرابة مكانية هو قريب منك مكانا أو قل له جوار وقد دعان القرآن الكريم إلى الإحسان إلى مثله وسماه الجار الجنوب قال الله تعالى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الجار ذي القربة هو الذي له حق الجوار وحق القرابة إذا ابن عمك ساكن أريبكم جنب بيتكم إذا ابن عمك معمله أريب معملكم هذا جار ذو قربة الجار ذي القربة هو الذي له مع حق الجوار حق القرابة الجار الجنوب هو البعيد عنك في النسب القريب منك في السكان أو في العمل العامل اللي عندك عم يشتغل هو جار جنوب بعيد عنك نسبا لكنه قريب منك مكانا والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر فإذا كان العامل حاملا لصفة من صفات مستحقي الزكاة أو أكثر وكان معدودا في الجار الجنوب كما سمعتهم فإن الزكاة عليه أفضل والصدقة إليه أكمل إذا أدينا حقوق الرحم فمن كان عازما أن يعطي زكاته وصدقاته لعماله فهو يأخذ بإذن الله أجرا أكبر أما النقطة الثالثة الأخيرة نظام النقاط وضع بعض الصناعيين الأفاضل تقنية في مصنعه لدفع الزكاة والصدقات فهو يدفع بداية لأرحامه وقد أوقف عليهم بعض مشاريعه التجارية فهو ينفق ريعها كاملا فيهم فليس أرحامه بحاجة إلى شيء من مال الزكاة يعني عنده خط إنتاج قال هذا وقف على أرحامه فهو يعطي أرحامه كل ما يخرج خط الإنتاج هذا عنده محلات جعل واحد من المحلات وقفا على أرحامه فهو يعطي كل ما يخرج هذا المحل لأرحامه فأرحامه ليس بحاجة للزكاة لأنه جعل لهم وقفا ثم صمم نظاما نقاط لتوزيع زكاته على عماله وصدقاته بحيث قسم العمال في سجلاته إلى زمرتين الأولى من يجوز دفع الزكاة لهم لدخولهم في واحد من مصارف الزكاة الثمانية والزمرة الثانية من لا يجوز دفع الزكاة لهم ولكن يجوز دفع الصدقات لهم الآن تعطى لكل عامل في إحدى الزمرتين مجموعة نقاط بناء على معايير معينة سآتي على ذكرها ثم تؤدى له الصدقات أو الزكاة متناسبة مع عدد النقاط التي يحصلها في كل عام مثلا للعامل المتزوج نقطتان غير المتزوج صفر بسجل وهكذا ومن لا ولد له صفر للعامل الذي يسكن دارا يملكها صفر ومن كان مستأجرا فله ثلاث نقاط للعامل المريض مرضا مزمنا أو يعيل مريضا مرضا مزمنا له نقطة ومن كان في عافية صفر للعامل المهجر من داره نقطة وغير المهجر صفر للعامل الذي يتقاضى راتبا شهريا يزيد على المائة ألف نقطة الذي يزيد على خمسة وسبعين ألف إلى مائة نقطتان الذي يزيد على الخمسين إلى خمسة وسبعين ثلاث نقاط وهكذا تجمع في كل عام لكل عامل نقاطه هنا أبطين هنا ثلاثة هنا واحد هنا صفر يجمع فربما أخذ الموظف الأول خمسة عشرة نقطة والثاني عشر نقاط والثالث سبعا وهكذا ثم إن هذا الصناع يقرر أن يصرف لكل نقطة عشرين ألف ليرة سورية مثلا في العام فمن أخذ عشر نقاط يهدي له في آخر العام مائتي ألف ليرة سورية النقطة عشرين ألف أخذ عشرة أي يهديه مئتين ألف من أخذ سبع نقاط يهدي له مائة وأربعين ألف ليرة سورية سبع عشرين مئة وأربعين وبعد هذا فالرجل يقدم لكل من يعقد من العمال عقد زواجه وكان قد أنضى عاما فأكثر في العمل مليون ليرة ويقدم نصف ساتورة المشفى للعامل الذي يضطر لدخول المشفى أو يحتاج ذلك أحد أرحامه من الدرجة الأولى وقد جعل مدير الموارد البشرية في منشأته الصناعية بالإضافة إلى اثنين من المحاسبين مسؤولين عن هذا الملف في آخر السنة هذا الصناع يراجع مدفوعاته في كل عام لزمرة مستحقي الزكاة الآن هو مدير الموارد مع المحاسبين طالعوا له بيان بأننا صرفنا سبع مليون للزكاة يقولون العمال مستحقي الزكاة أخذوا بمجموعهم سبع مليون هذا مئتين ألف وهذا مئة ألف وهذا خمسة وسبعين ألف صار فين سبعة هلأ هو يحسب زكاته إن كانت زكاته سبعة مليون حميض الله تعالى بأنه أخرجه بالشكل الصحيح إن كانت زكاته ثماني مليون إذن بقي عليه أن يدفع واحد مليون يراجع مدفوعاته فإن تساوت مع ما وجب عليه من الزكاة حميض الله إن كانت المدفوعات أقل أتم دفع ما بقي عليه من الزكاة للجمعيات الخيرية الموثوقة إن بلغت المدفوعات أكثر دافع سبع مليون طلعت زكاته ست مليون جعلها من الصدقات لوجه الله تعالى إن نظام النقاط هذا يعين دافع الزكاة على إنصاف عماله الأصار في عدل بين الكل والأمر معلن ليس مخفى نظام الزكاة هذا أو نظام النقاط يعين دافع الزكاة على إنصاف عماله ويخلصه من الحرج منهم ويشعرهم بالعدالة ويزرع فيهم الولاء للعمل ومالكه ختاماً أيها الإخوة نقول للأخي صاحب المسألة وأمثاله عمالك الذين تنطبق عليهم واحدة من الصفات الثمانية لمصارف الزكاة أو أكثر هم أحق الناس بزكاتك بعد أرحامك فمن لم تنطبق عليهم فاجعلهم محل صدقاتك وإنك بإحسانك لعمالك تستجيب لقول الله تعالى وبالوالدين إحساناً وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحب بالجنب فهم يدخلون في الجار الجنب وهو البعيد عنك في النسب القريب منك في السكن أو العمل فإنهم من جيران العمل يمكنك اعتماد نظام النقاط الوارد تفصيله في الخطبة لتخرج من طمع الطامعين وإحراج المحرجين والله أعلم أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز المستغفرين أستغفر الله